اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن جانب اللاعب المتقدم محمد البريك كانت لقطة ممتازة شوف التمرير وتدوير الكرة بين اكثر من اللاعب ومن ثم الكرة العرضية مخادع لحارس المرمى النواف العتيبي النواف العتيبي يراقب ويتابع انبارك يلعب الكرة العرضية في مكانه حلوة اللقطة من اللاعب اللي دائما نشاهده في تأدية الادوار الهجومية بدر المرشدي بدر المرشدي حاول في لقطة حاول في كرة بالرأس شاهد الكرة العرضية من مبارك البيشي وصعود من بدر المرشدي مقابل واحد فاز على النادي الاهلي اثنين مقابل واحد في لقاء الذهاب هنا في الرياض المحاولة من مبارك البيشي في الناحية اليسرى التمرير الصعود من السويلم ثم التمرير لعبدالوخاب البحث عن حل التشديدة لكن عدت وذهبت سهلة إلى ضربة مرمى عدت وذهبت إلى ضربة مرمى الحديث عن خسارة أماء أو فوز يعني هو ثاني أقوى خطوط الدفاع في البطولة كرة من المرشدي تتمرر لعبدالوخاب الفريدي يقف على كورتي يمررها كرة في مكان ممتاز وضعية رائعة لكن السويلم لم يكن موفقا في اللقطة الماضية لعب غير محظوظ تتمرر من أحمد سعيد في وسط الملعب كرة ممتازة جدا خطرة على مرمى نادي الشهل الجاني يضيع هدف محقق لصالح نادي الهلال في اللقطة الماضية شوف الكرة شوف اللقطة اللاعب فهد الجاني غير راضي على اللقطة والصورة الواضحة يا ساتر كيف ضاعت لكن استددت في الحارس نواف العتيبي واللعب بدر المرشدي يفتقد أكيد الفريق الهلالي في هذه الجولة السويلم عبدالعزيز مهارة موجودة تتهيأ بشكل ممتاز عبدالوغاب الفريدي مررها إلى السويلم السويلم عبدالعزيز يبحث عن حل لا يجد الحل أين الحركة بدون كرة يعني يفتقد أن هذه الهلال محاولة برويك يا السلام خطرة فهد الجاني يضيع الهجمات في هذا الشوت يضيع الهجمات هداف الفريق الهلالي في هذه المسابقة يضيع أكثر من هجمة في هذا الشوت يعني لقطة غاية في الجمال تحضق ممتاز من البريك والتمرير الأروع من جانب السويلم ومن ثم عمد الواكد لم يهدد مرمى لا يمكن ممكن مرة أو مرتين في هذا الشوت الاستلام كعبي سقوط مطالب وجود خطأ حكم اللقاء مع هذه الكرة يطلق صافرة الأستاذ بندر علي النهاري صافرة معنى عن انتهاء الشوط الأول من هذه المباراة الهلال والشعل انتهاء شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين استراحة قصيرة تذهب الكلمة للمدابع فعد هذال من جانب الفريق الشعل وأيضا حارس المرمنة وفلع تيبي وبعض لمسات اللاعب عبدالله طفيل في شوط الأول تبقى المباراة متعادلة بين الفريقين صافرة بندر علي النهاري يطلقها عن بداية شوط ثاني وعن أيضا مغامرات سوف نشهدها في هذا الشوت ممكن نشاهد فيه أهداف أو ممكن نشاهد النتيجة تبقى كما هي عليه لكن الفريق الهلال حاول من أكثر من لاعب فهد الجاني في أكثر من محاولة السويه لم أكثر من محاولة نادي الشعلة اللي كما ذكرت في بداية الشوط الأول أن يعاني من غيابات ولاتها وجولاتها في هذه البطولة لكن هذا النادي طموح نادي يطمح أن يقدم شيء لأبناء نادي لأبناء منطقة الخرج محاولة الآن لصالح نادي الهلال البحث عن تسديده من جانب لعب عبد الوخاب السويلم المرشدين لكن على طول نوافي الاعتابي أحد نجوم الفريق الشعلة في شوط المباراة الأول من خلال قيادة لهذه المباراة وهيضا المباراة المسندة لها كلها عرضية تجشال بشكل خاطئ لكن على طول على طول من جانب أنبارك البشي يعني المجهود الكبير اللي يؤديه لدي اللي أنا ممكن يعني يسبب له شيء في الدقائق المتبقية الكرة براتت هيا أوه يا السلام يا نواف يا سلام يا نواف بطريقة استعراضية يبعد الكرة إلى ضربة روكنية أمامك سلطان الدعية الآن الضغط على أزرق على المرمى الأبيض كرة محاولة على القائم الأول الإبعاد من جانب الدفاعات الشعلة الاستلام أمبارك يبعث عن حل أمبارك سقوط مطالب وجود شيء ثم التسديد سهلة لنجم هذه المباراة نواف الفريدي عبد الوخاب مرر لكرة السويلم البيشي عبد الوخاب للمرشدي المتقدم الآن من الناحية اليسرى الشامخ كورت العرضية في مكان أوهو ما تسجل وهو موجود نواف العتيبي عيني عليك باردي يا نواف مباراة كبيرة يستغلها أو ممكن الحالس نواف ممكن الكرة تلعب بشكل ممتوز أوه يعني نواف العتيبي يتألق في هذه الموارات بشكل لافت للأنظار يبعد كرة تلوى كرة شاهد اللقطة شوف الكرة حطها في الزاوية البعيدة لكن على طول الابعاد من نواف كرة أرضية البحثة الروسية خطرة هدف يأتي من المرشدي المرشدي بدر يضيف أول الأهداف في الموارات أول الأهداف يعني صمد الفريق الشعلة خمسة وسبعين دقيقة الآن يأتي الهدف الأول شاهد الابتسام روح كبيرة يعني هدف يأتي في هذا التوقيت وأيضا الضغط العالي شوف الإعادة شوف الصعود لعب يعني قصير القامة لكن يجيد يجيد أيضا لعب الكرات الرأسية ممكن غفلة غفلة من المدافع غفلة من كبير رجال دوسري في اللقطة الماضية جاء هدف أول للفريق الهلال هدف أزرق في هذا الشوط الثاني عن طريق اللعب بدر المرشدي أكيد نادي الشعل الآن بيتقدم شوي للمباراة يعني بيبتعد عن الإغلاق المناث التشديد حاول فيها حاول فيها النجم ركنية محاولة تلعب على القائمة الأول الإبعاد هزمه مرتد ممكن لكن على طول تلعب عرضية في مكان خطرة خطرة ما فيها شيء أوه يعني كيف ضاعت كيف ضاعت من جانب الفريق الشعلاوي وبالتحديد من هذا المهاجم محسن دوسري حكم لقاء يامر باستمرار اللعب بكل روح رياضية من جابر الشهري لكن مع هذه الكرة يطلق الحكم صافرة مؤمنة عن انتهاء الشوت الثاني بفوز نادي الهلال واحد مقابل ترجمة نانسي قنقر